السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نختم بقى المحضرات بتاعتنا ان شاء الله بقى احنا هنتناول مع بعض القطب الكبير بقى اللي هو البنك المركزي عايزين نعرف لما نحب نعرف كده بنك المركزي ممكن نقول ايه وايه هي اهم الوظائف اللي بيقوم بيها البنك المركزي وهل البنك المركزي اللي هو علاقة بالسياسة النقدية وازاي بيستخدم السياسة النقدية دي علشان يعالج او علشان يحقق الاستقرار داخل الاقتصاد القومي نبدأ اول حاجة بتعريف البنك المركزي يعني ايه بنك مركزي محب حط تعريف للبنك المركزي ممكن اقول ايه ممكن اقول ان البنك المركزي لا يعتبر مؤسسة نقدية عادية خلي بالك معي هو ليس مؤسسة نقدية عادية ولكنه يمثل قمة السلطة النقدية يعني ايه يمثل قمة السلطة النقدية يعني هو السياسة النقدية اللي موجودة في اي دولة البنك المركزي هو السياسة النقدية هو قمة السلطة النقدية داخل اي دولة مش بس كده ممكن كمان اقول ان البنك المركزي هو مؤسسة وحيدة يعني ايه مؤسسة وحيدة حيث يوجد في كل دولة بنك مركزي واحد فقط يعمل ايه بنك ده بيقوم برسم السياسة النقدية للدولة يبه هو قمة السلطة النقدية هو الذي يقوم برسم السياسة النقدية هو بنك واحد فقط مفيش غيره وممكن كمان اقول ان البنك المركزي هو مؤسسة عامة يعني ايه عامة؟ يعني لابد ان يمت ان تتملكها الدولة ما عنديش حاجة اسمها في دولة من الدول مهما كانت الدولة دي بدو تطبق النظام الرسمالي الحر ما عنديش حاجة اسمها ان البنك المركزي فيها يكون قطع خاص مفيش الكلام ده البنك المركزي لابد ان تتملكه الدولة ليه؟ لخطورة الوظائف التي يقوم به الوظائف خطيرة جدا تعالي بأن نشوف ايه الوظائف دي لما هي الوظائف خطير قوي كده تعال نشوف ايه الوظائف المهم قوي اللي بيون بيها البنك المركزي اللي مخليه ما ينفعش يكون قطاع خاص لازم يكون تابع للدولة تعال نبص كده على وظائف البنك المركزي هنجد ان البنك المركزي هو بنك اصدار وهنجد ان البنك المركزي هو بنك حكومة وهنجد ان البنك المركزي هو بنك بنوك وهنجد ان البنك المركزي هو يقوم بالرقابة على الاعتمان يعني ايه بقى الكلام ده كله يعني ايه بنك اصدار يعني ايه بنك حكومة يعني ايه بنك بنوك يعني ايه يقوم بالرقابة على الاعتمان تعالوا نفسر كل وظيفة ووظيف كده ونفهم يعني ايه بنك مركزي نبدأ بالوظيفة الاولى ان البنك المركزي هو بنك اصدار يعني إيه بنك إصدار؟ يعني هو الذي يتحكم في إصدار النقود بس خلي بالك أيها البنك المركزي هو السلطة الوحيدة اللي لها حق إصدار النقود بس الكلام ده بيتن وفقا لقيود معينة يعني حتى نعم هو المتحكم في إصدار النقود بس في قيود إيه هي القيود دي؟ نمر واحد أن يكون هناك غطاء لهذه النقود من الدهب والعملات الأجنبية يعني ما فيش ورقة تطبع ورقة نقدية تطبع إلا إذا كان في ما يقابلها من الدهب أو العملات الأجنبية موجودة عند البنك المركزي في الاحتياط طب إفرد البنك المركزي عندي بيحتفظ باحتياطي نقدي كبير ده معناه أنه يقدر يطبع كمية كبيرة من النقود؟ لا خلي بالك ده في قيد تاني القيد التاني حالة النشاط الاقتصادي يعني إيه حالة النشاط الاقتصادي؟ يعني أنا عندي احتياطي نقدي كبير قوي؟ آه عندي طب بص كده في النشاط الاقتصادي بتاعك بص في الاقتصاد القومي الاقتصاد القومي بيعاني من مشكلة؟ نعم تعال كده نبص فمثلا إذا كان هناك حالة من التضخم يعني ارتفاع في معدلات أسعار بشكل إيه؟ متسارع متتالي فلا يستطيع البنك المركزي إصدار المزيد من النقود بالرغم أن أنت عندك احتياطي كبير لكن طالما عندك معدلات تضخم عالية ما عليش شيء ما ينفعش تصدر نقود ما ينفعش تطبع نقود ليه؟ هنقوله هو يبقى هنا في حالة التضخم لا يستطيع البنك المركزي إصدار المزيد من النقود حتى إذا توافر الاحتياطي النادي حتى لو مجد عندك احتياطي وذلك حتى لا تتفاق من معدلات التضخم خلي بالك لما تقعد تطبع نقود تطبع نقود تطبع نقود معدلات التضخم تزيد وإنت أصلا عندك تضخم يبقى حتى لو عندك احتياطي نقود كبير وعندك تضخم ما ينفعش تطبع المزيد من النقود يبقى نمرة واحد البنك المركزي بنك إصدار لأنه هو المتحكم الوحيد وهو الوحيد الذي له سلطة إصدار النقود تاني وظيفة أن البنك المركزي بنك الحكومة ليه سمنا ببنك الحكومة؟ عشان الأسباب اللي قدام حضرته دي أول سبب أن الحكومة تحتفظ بحسابتها لديه فيقوم بالخصن والإضافة إليها الحكومة فتحة حسابات في البنك المركزي فييجي البنك المركزي يخصم من حسابات الحكومة دي أمتى لما تيجي الحكومة تسدد أجور العاملين ويضيف لها أمتى لما تيجي الناس تدفع الدرائب للدولة؟ دي أول نقطة النقطة الثانية بنك المركزي بنك الحكومة ليه؟ لأنه يقوم بإدارة الاحتياطيات الأجنبية من أجل الحكومة الاحتياطي من النقد الأجنبي اللي قلنا عليه ده البنك المركزي بيديره هو مش فلوس حطينا في خزنة وقفلين عليها لا ده فلوس بنشغلها بيشغلها لحساب من؟ لحساب الحكومة النقطة الثالثة البنك المركزي بنك الحكومة ليه؟ لأنه يقوم بإقراض الحكومة إذا لم تستطع تمويل جزء من عجز الموازنة يعني عندها عجز في الموازنة وعملت المستحيل عشان خطر تمويل العجز ده موازنة جزء بس فيه جزء مش عارفة تمويله يبقى في الآخر بتلجأ للبنك المركزي عشان يقردها في الآخر بتلجأ الحكومة للبنك المركزي عشان يقدم إيها قرده عشان يتمويل العجز اللي موجود عنده وأيضا البنك المركزي بنك الحكومة هي أنه يوجه النصح والإرشاج الحكومة في حالة الأزمات النقدية والمالية في أزمة والحكومة مش عارفة تحلها طبعا البنك المركزي العاملين فيه والقيادات فيه مش أي ناس ده ناس عندها خبرات كبيرة جدا خبرات في الاقتصاد خبرات في النقود أيضا من ضمن وظائف البنك المركزي أنه بنك البنوك ليه يا ترسم منها بنك البنوك؟ لأنه أول حاجة بتحتفظ البنوك باحتياطياتها القانونية اللي هي زي ما قلنا عليها نسبة الاحتياطي القانوني اللي هي البنك المركزي بيحددها كنسبة من الودائع بتحتفظ البنوك بهالنسب دي في حسابتها لدى البنك المركزي بتحتفظ بها في شكل إيه؟ في شكل نقود سائلة ليه؟ لضمان أموال المدعين دي نسبة البنك بيحددها البنك المركزي بيحددها عشان تضمن بيها أموال المدعين النقطة التانية ليه البنك المركزي بنك البنوك؟ البنك المركزي بنك البنوك لأنه بيمثل المقرد الأخير للجهاز المصرفي لأنه يمثل المقرد الأخير للجهاز المصرفي يعني ايه يعني اي بنك من البنوك زي ما قولنا قبل كده لو حصل سحب مفاجئ واستمر السحب ده والبنك ملعاش حل وعايز معندوش سيولة وعايز يواجه طلبات سحب العملة اخر حاجة بيلجأ لها البنك المركز ينوم الحقنا يا بنك يا مركزي دينا قارد فهيك البنك المركزي يقرد البنوك دي علشان خاطر ايه علشان خاطر يحفظ عليها وعلى سمعتها ويحفظ على سمعة الجهاز المصرفي كله يبقى ايزا هو المقرد الاخير للجهاز المصرفي ككل ايضا البنك المركزي بنك البنوك لانه يقوم بادارة والرقابة على عمليات المقصة التي تتم بين البنوك في نهاية كل يوم بيبقى كل بنك ليه فلوس عند بنك اخر وبنك التاني ليه فلوس عندي طب نعمل ايه في نهاية كل يوم بيعملوا حاجة اسمها غرفة المقصة غرفة المقصة دي بتتعمل عن طريق تسوية الحسابات بين البنوك والتعامل في النهاية بالصافي بدل ما اديك فلوس بترجع تديني فلوس تانية لا نشوف نسوي الحسابات بنا ونشوف في النهاية مين هيدفع لي مين طبعا اللي بيدير غرفة المقصة دي وبيرائب عليها هو البنك المركزي عشان كده البنك المركزي بنسميه بنك البنوك ايضا البنك المركزي يراقب عمليات الاقتمان يعني ايه يراقب عمليات الاقتمان يعني يتحكم في حجم الاقتمان اللي هي حجم القروض يعني الممنوحة من الجهاز المصرفي هو اللي بيحدد اذا كان حجم الاقتمان ده يكبر يقل يقولك في بعض الاحيان بيقولك لا هنفتح الايه هنفتح الاقتمان بعض الاحيان بيقولك لا هنحط حد اقصى الاقتمان وذلك لكي يراقب ويتحكم في حجم النقود المعروضة في السوق وعملية رقبته على عمليات الاقتمان والتحكم في حجم النقود في السوق بتتم باستخدام عدة ادوات للسياسة النقدية ويتم التحكم ده في ضوء حالة النشاط الاقتصادي فلو النشاط الاقتصادي بتاعي بيعاني من تضخم يبقى الغرض هنا ان انا نعمل ايه اقلل حجم النقود في السوق اقلله ازاي البنك المركزي بيقلل حجم النقود ازاي باستخدام هذه الادوات اللي هنتكلم عنها دلوقتي او لعكس ان في حالة كساد يبقى الغرض هنا ان ازود حجم النقود في السوق ازودها ازاي عن طريق الادوات دي بردو يبقى الرقابة على العمليات الاقتمان بتتم باستخدام ادوات السياسة النقدية طب ايه هي ادوات السياسة النقدية ادوات السياسة النقدية قد تكون نسبة الاحتياط النقدي قد تكون سعر الخص وايضا عمليات السوق المفتوح يبقى عندي 3 ادوات مهمين جدا من ادوات السياسة النقدية نسبة الاحتياط النقد سعر الخص عمليات السوق المفتوح تعالى نمسك كل اداة كده ونشوف ازاي بيستخدمها البنك المركزي للتحكم في حجم الاعتمام نبدأ بنسبة الاحتياط النقد وزاي ما قلنا نسبة الاحتياط النقد دي عبارة عن ايه هي نسبة بيحددها البنك المركزي كنسبة من الودائع على كل بنك انه يقططحها من اجمال الودائع اللي عنده ويشيلها في حسابه لدى البنك المركزي في شكل نقود سائلة ليه؟ كضمان لاموال المدعين عشان لما تيجي تيجري بعد كده وتقولي الحاني يا بنك يا مركزي يبقى ليك عندي حساب اقدر ان انا اديك منه عشان تواجه اي طلب مفاجئ لصحب العملة يفوق حجم السيولة المتاحة عندك طب تعالى نشوف ازاي البنك المركزي بيستقدم النسبة دي علشان يتحكم في حجم النقود في السوق فلو فرضنا ان حالة النشاط الاقتصادي او الوضع الاقتصادي قائم بيقولي ان في حالة كساد يعني ايه حالة كساد؟ يعني مفيش حركة بيع محدش بيشتري السوق نايم دمعنا اصحب كده بالبلدي بتاعنا يعني في الحالة دي بيبقى الغرض هنا من البنك المركزي عايز يعمل ايه؟ عايز يزود كمية النقود ولا يقللها؟ لا طبعا طبعا في حالة كساد يبقى الغرض ان انا ازود كمية المقود في السوق عشان يبقى في حالة طلب عشان يبقى في انتعاش فييجي البنك المركزي علشان يزود كمية المقود الموجودة في السوق يعمل ايه؟ يقلل نسبة لاحتياطي النقدي هيجي البنك المركزي يعمل ايه؟ هيقلل نسبة لاحتياطي النقدي يبقى هيقططع جزء صغير جدا من الودائع الموجودة في البنوك ولما يقططع جزء صغير من هذه الودائع ده معناه ان الاموال المتاحة للإقراض هتزيد وحجم الاقتمان هيزيد فتزيد الاستثمارات ويزيد التوظف وتزيد الدخول وينتعش الاقتصاد طب لو العكس صحيح والاقتصاد القومي بتاعي بيعاني من تضخم مش كساد تضخم يعني ايه؟ يعني فيه طلب شديد جدا في السوق يبقى الغرض بتاعي هنا ان انا عايز اقلل كمية النقود الموجودة في السوق اقللها ازاي؟ ييجي البنك المركزي يستخدم نسبة لاحتياطي النقدي ويرفع نسبة لاحتياطي النقدي اللي بيفرضها على البنوك فيقتطع جزء اكبر من اموال الوداعة فلما يقتطع جزء اكبر من اموال الوداعة بتقل الاموال المتاحة للاقراض يبقى حجم الاقتمان هيقل وتقل الاستثمارات ويقل التوظف ويقل الدخل ويقل الطلب فتنخفض الاسعار شفت ازاي البنك المركزي بيستخدم نسبة لاحتياطي النقدي علشان يعالج ازمة زي الكساد او يعالج ازمة زي التضخم شفت ازاي بيستخدم نسبة لاحتياطي النقدي علشان يتحكم في كمية النقود الموجودة في السوق اداة تانية من ادوات السياسة النقدية بيستخدمها البنك المركزي وهي سعر الخصم لهي سعر الخصم اللي هو السعر اللي بيفرده البنك المركزي على البنوك لما تيجي تقترض منه فييجي البنك التجاري يقول له دي ني مليون جنيه قرد يقول له طيب بس هاخد منك سعر الخصم نسبة مثلا 10% 20% على اي اساس بيتحدد سعر الخصم ده على اساس حالة النشاط الاقتصادي فلو كان النشاط الاقتصادي بتاعي بيعاني من حالة كساد الغرض هنا عندي ان انا عايز ازود كمية النقود في السوق فيقوم البنك المركزي يعمل ايه يقلل سعر الخصم فلما يقلل سعر الخصم ده معناه انه قلل التكلفة على مين قلل التكلفة على البنوك فلما التكلفة على البنوك تقل ييجي البنوك تقول لك طيب تعال انخفض اسعار الفايدة على الاقراض عشان ننشط مين عشان ننشط الطلب على القروض فتزيد الاموال المتاحة للإقراض وتزيد الاستثمارات ويزيد التوظف وتزيد الدخول وينتعش الاقتصادي لكن لو الاقتصادي بتاعي بيعاني من حالة تضخم ده معناه ان انا عايز اعمل العكس عايز اقلل كمية النقود المعروضة في السوق اعملها ازاي دي ارفع سعر الخصم يبقى ارفع عليك التكلفة فبدل ما تيجي تقترن مني مليون تقترد خمسمائة الف بس ليه لان التكلفة عالية ومن الناحية التانية طالما التكلفة بتاعتك عالية هتيجي العائد بتاعك اللي هو اسعار الفايدة على الاقراض تزوده لان انت هدفك تعظيم الربح فتزود اسعار الفايدة على الاقراض فتقل الاموال المتاحة للاقراض لان الطلب على قروضها يقل وتقل الاستثمارات ويقل التوظف ويقل الدخل ويقل الطلب فتنخفض الاسعار ده الاداة التانية من ادوات السياسة النقدية اللي اسمها سعر الخصم يتبقى لنا الاداة الاخيرة من ادوات السياسة النقدية وهي عمليات السوق المفتوحة كيف يستخدم البنك المركزي هذه الاداة عشان نعرف ازاي بيستخدمها تعالى نسأل نفسنا الاول يعني ايه عمليات السوق المفتوحة عمليات السوق المفتوحة تعني نزول البنك المركزي سوق الاوراق المالية اللي هي البورصة اللي انتم عارفينها النهاردة باسم البورصة ينزل سوق الاوراق المالية حاجة من اتنين إما يبيع أوراق مالية حكومية إما يشتري هذه الأوراق إمتى يبيع الأوراق المالية الحكومية؟ كلمة ورقة مالية حكومية يعني سندات حكومية وإمتى يشتريها؟ تعال نشوف كده لو إن الاقتصاد بتاعي يعاني من كساد بيدخل البنك المركزي مشترياً الأوراق المالية الحكومية يعني ينزل البورس يشتري السندات الحكومية ياخد منك السند ويديك 8000 جنيه مثلاً لو تمن السند ده 5000 جنيه يعني أكني بعمل أكني بزود كمية النقود الموجودة في إيد الأفراد ليه؟ أصلي في حال الكساد أصلي إحنا محتاجين نزود حجم النقود المعروضة في السوق فلما ينزل البنك مشترياً للأوراق المالية الحكومية فتزيد الأموال المتاحة للإقراض وتزيد الاستثمارات ويزيد التوظف ويزيد الدخل وينتعش الاقتصاد لكن لو عندي حالة تانية اللي هي حالة التضخم العكس بيحصل غردي هنا أنا أقلل كمية النقود المعروضة في السوق فبدل منزل مشتري للأوراق ده أنا بنزل أبيع الأوراق دي أديك حتة ورعة مكتوب عليها سنة حكومي قمت 5000 جنيه وأخذ منك تمنها يعني أسحب من جيبك 5000 جنيه نقود ورقية عدا ونقداً يبقى أنا عملت إيه قللت كمية النقود اللي معاك فتقل الأموال المتاحة للإقراض وتقل الاستثمارات ويقل التوظف والدخول والطلب فتنخفض الأسعار دي الطرق اللي بيستخدمها أو الأدوات اللي بيستخدمها البنك المركزي عشان يتحكم في حجم الاقتمال عشان يتحكم في كمية النقود المعروضة في السوق اللي احنا بنسميها أدوات السياسة النقدية واللي البنك المركزي بيمثلها باعتباره بيمثل قمة السلطة النقدية في أي دولة بكده نكون انتهينا من الموضوعات بتاعتنا هي دي الموضوعات اللي احنا عايزينها وكل سنة وانتو طيبين واتمنى لكم التوفيق سلام عليكم